المرأة التي لا ينساها الرجل مهما عرف غيرها باختصار هي المرأة التي غذلته، رفضته، خانته هل يعشق الرجل معذبته؟ نعم الرجل يعشق معذبته وخاصة التي تجيد فن الإغواء وعندما نتكلم عن فن الإغواء هنا نتكلم عن جاذبية الرفض ولكن أنا لا أنصحك إذا كنت أمرأة التي تشاهدين هذا الفيديو لا أنصحك بالرفض الدائم خاصة إذا كان عندك انجزاب نحو هيدا الشخص ولا أنصحك أيضا بالعطاء الزيد عن اللزوم رح أعطي مثل فرضنا عندنا هذه التفاحة الحمراء اللذيذة وأيضا فرضنا أنه شخص حب أنه ياخد قدمي من هذه التفاحة أو أن يأكل هذه التفاحة وأنا أعطيته هذه التفاحة كلها ودفعة واحدة سيأخذها سيشبع منها ثم سيرمي الباقي ومش رح يرجع شوفه يعني رح يروح رح ياخد شبعته منه واكتفاءه من هذه التفاحة وسيذهب هون أنا يعني ما بنصحك تكوني التفاحة التي تعطى دفعة واحدة هنا أنصحك أن تعطيه مد وجزر يعني اليوم بعطي جزء بسيط من هذه التفاحة فرضنا خمسة بالمية منها وأنتنع لفترة معينة عن إعطاء أي شيء هكذا سيشتاق إلى جزء ثاني من هذه التفاحة ولكن أكبر خطأ أن نعطي التفاحة دفعة واحدة بالكامل ولكن أكثر مرأة التي لن ينساها هي التي لم تعطيه أي شيء ولكن هذه المرأة أصلا هي لا تحبه وهي أصلا رفضته لا تريده يعني هي بالفعل ما كانت عن تغويهية بالفعل لا تريده وهكذا لن ينساها ولكن أنت التي تشاهدين هذه الفيديو إذا كنت تريدين هذا الرجل فليس باستطاعتك دائما أن ترفضيه بشكل كل لأن أنت أيضا عندك إنجزاب ولكن أتما كان عندك إنجزاب أو حب تجاه هذا الرجل لا أنصحك بالعطاء دفعة واحدة بل أنصحك بمثل ما أعطينا مثل عن هذه التفاحة تعطيه جزء بسيط خمسة بالمئة خلينا نقول تنتنعي فترة زمنية معينة وبترجعي تعطيه جزء ولكن حذاري ثم حذاري أن تعطيه كل التفاحة دفعة واحدة هون لي لأن أنت أصلا تريدين هذا الرجل يعني إذا رفضتيه دائما وبشكل نهائي وما أعطيتي أي شيء من هذه التفاحة سيبقى يحبك ولن ينساك ولكن أنت يعني مش راح تستفيد شيء لأن أصلا راح تكوني بعيدة عنه وأنت هيدا الشيء ما بدك يا أنت بدك تكوني قريبة من هيدا الشخص لأن أنت عندك إنجزاب نحوه نحو الرجل لم ينسى المرأة اللي أصلا ما كان عنده أي إنجزاب تجاهه واللي أصلا نفرت منه ورفضته وما أعطته أي شيء نهائيا ولو حتى واحد بالمية من هذه التفاحة لذلك لم ولن ينساها لأنه لم يحصل على أي جزء ولو بسيط منها ولم يحصل على أي شيء من هذه المرأة لذلك ستبقى مثل ما بنقول نحنا باللبنانة حسرة بقلبه يعني تبقى عنده يعني مثل ما بيقوله نفسه فيها أو عنده هيدا الحرمان أو جاذبية الرفض اللي حكينا عنها بفن الإغواء Art of Seduction اللي هي الرفض الدائم واللي هي أكتر أنواع النساء التي ترفض هذا الرجل والتي أجادت إغوائه ورفضه كليا يعني ما أعطته أي شيء أبدا هون مثل ما قلنا وعطينا النصيحة حذاري يعني إذا كنت رجل اللي عم بتشاهد هذا الفيديو حذاري من هذا النوع من النساء التي تغريك وترفضك بشكل دائم وكلي لأنها ستؤذيك ويعني بتسبب لك جرح كتير كبير وأنا طبعا ما بدي لا أريد هذا الشيء لك أنت الذي تشاهد هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر